بسم الله الرحمن الرحيم النوع الثالث من ال Directional Control Valve وهو Sliding Spool Directional Control Valve لو بصينا للصورة دي Sliding Spool يعني بتبقى قطعة من المعدن بالشكل ده ودي قبلة للانزلاق أو قبلة للحركة ولذلك تسمى Sliding Spool لو بصينا للمنظر ده هنلاقي قدامنا في أربع فتحات موجودين فتحة الأولى خاصة بالبرشر ودي مصدرها البام الفتحة الثانية اللي هي فتحة A ودي اللي بتوصل على السيلندر بالشكل ده والفتحة الثانية الفتحة B ودي بتوصل على السيلندر بالشكل ده أما الفتحة الرابعة والأخيرة اللي هي فتحة بتوصل على التاني الوضع اللي قدامي في الفالف ده بيوضح إن فتحة A مغلقة فتحة بيه مغلقة والبامب ايضا تعتبر مغلقة يعني ما فيش مجال الزيت انه هو يمر منه وكذلك فتحة التانك مغلقة لو تم اعطاء حركة للسبول دي بحيث انها تتحرك في هذا الاتجاه لو السبول دي تحركت كده معناها ان الفتحة دي الجزء اللي بيغلق السلندر ايه هيتحرق كده طب لما يتحرق في هذا الاتجاه هتبقى ايه مفتوحة على التانك وكذلك لما دي تتحرك في هذا الاتجاه هتبقى البامب مفتوحة على سلندر بي وفي هذه الحالة الزيت بتاع البامب هيبدأ يدخل السلندر دي في هذا الاتجاه ويدف البيز بحيث ان الزيت اللي في الخلف من هنا يروح من خلال الفتحة ايه إلى التانك أما لو إحنا إدينا إشارة أو حركنا الليسبول في الاتجاه الآخر بهذا الاتجاه مثلا ساعتها الجزء ده هيتحرك في هذا الاتجاه والبي هتبقى مفتوحة على التانج والبومب هتبقى مفتوحة على الاي وفي هذه الحالة الزيت اللي طالع من البومب هيروح للسيلندر اي وهيمر من هنا ويبدأ يدف البستون في هذا الاتجاه أما الزيت اللي في الخلف البستون هيبدأ يمر من خلال الفتحة به إلى التانج هنلاحظ أن إحنا أثناء تشغيل أو عمل هذا الفالف أخدنا كم وضع ثلاث أوضاع رئيسية الوضع الأول وهو وضع النورمل أو وضع الوسط اللي هو الوضع اللي كل الاستوانات فيه أو كل الفتحات فيه مقفولة وده ممكن نعبر عنه بهذا الشكل يعني بي كانت مقفولة التانج كان مقفول اي كانت مقفولة وبي كانت مقفولة طيب أما لما حرقنا البستون أو السبول في هذا الاتجاه فكان توصيل بي للبريشر اللي جاي من البومب إلى بي وده ممكن نعبر عنه بهذا الشكل ان بي بتعطي لسيلندر بي البريشر بيعطي لسيلندر بي والسيلندر اي كانت متوصلة على التانج ولما حرقنا الاسبول في الاتجاه ده فحصلنا على ان البريشر بقى متوصل على السيلندر ايه والسيلندر بي اصبحت متوصلة على التانج يبقى فيه كان بوزيشن تم يعني اظهرهم هذا البستون فيه ثلاثة بوزيشن اللي هم الثلاث مربعات دول وفيه كان فتحة موجودة في هذا الفالف اربع فتحات لذلك هذا النوع من الفالف يسمى اربعة على ثلاثة اربع فتحات على ثلاث اوضاع وبيكون رمزه بهذا الشكل الجنب ده بيوضح عملية التشغيل يعني ازاي بدي اشارة لهذا الفالف عشان يبدأ العمل بتاعه يبقى الفالف او هذا النوع من الفالف بيتم تصنيفه طبقا لأربع نقاط رئيسية النمبر اوف بورتز اللي هو عدد الفتحات في هذا الفالف النمبر اوف بوزيشن اللي بياخدها هذا الفالف والاكتويتنج موسك ميثود طريقة التشغيل ودي هنتكلم عليها في السلايد القادمة والتيبس اوف اسبول نوع الاسبول اللي بتعمل الفتح والغلق لهذا الفالف فعلى سبيل المثال لو قلنا عايزين فالف اربعة على اتنين معناه ان هذا الفالف به اربع فتحات وبياخد وضعين وشكله هيبقى بالشكل ده اربع فتحات بي بريشر والتانك والسلندر ايه والسلندر بي وبياخد وضعين الوضع الاول لتشغيل السلندر ايه والسلندر بي بتكون على التانك اما الوضع التاني بيكون لتشغيل السلندر بي والسلندر ايه هي اللي بتكون على التانك شكرا